الأقمار المضية في المطبوع بالهامس غلط في شرح القواعدة الفقهية هو شرح للنظم القواعدة الفقهية لإمام الأهدل التي نظمها من الأجباه والنظائر الفقهية للإمام الصيود وهي من تصنيف العلامة عبدالهاد زياء الدين إبراهيم الأهدل نشرته مكتبة جدة طبعا الأولى 1407 قال وبعد فقد سألاني من يعزوا علي سؤاله وأعظم عندي تردد ومقاله الشريف عبدالله بن عبدالهاد الأهدل أن ألتقت شرحا لطيفا مموذجا نفيفا على منظومة سيد العالم الصراج الدين وقدمت المحاقين أبا بكر من القاسم الأهدل التي تسمى بالفراد البهية في القواعد الفقهية وقال مقدمة قال وهو كل ملخص من كتاب صاحب الأصل الإمام العلامة السيوطي رحمه الله قال ثم وقفت على الشرح اللطيف في حجم الخفيف على هذه القواعد لسيدنا العلمة ذي السعادة والفلاح الشريف يوسف بن محمد البطاح الأهدل الزبيدي فأخذت ما أخذت كما لا يخفذ ذلك على مطالع الكتابين والشرح المذكور سمى مؤلف كتاب المواهب العلية شرح الفرائد البهية والقواعد الفقهية والقد أجاد فيه فهو مع قوة إجازي وصرحة إنجازي قد صار مع قواعد المذكورة كالعس جد المحشوب الدر واليقوتي والزبر فهو مضاهي المطولات مع صغر حجمي ومناهي أو مضاهي أو مباهي المختصرات لغزارة علمي ألفاظ وجهزة قليلة ومعاني كثيرة جليلة والله در القائل فهذا معنى ينسى به الراكب العجلان حاجته ويصبح الحاسد الغضبان يطريه وبدأ في الشرح ما شاء الله نفيس جدا وفي آخره تقريض العلامة السيد الوجيح عبد الرحمن المسلمان الأهدل نعم انتهى نقل 26 رقب 1405 وهذا الفهرس ما شاء الله نفيس جدا وهو في ثلاثمائة صفحة الله مفهوم وكتاب عزيز وبحل إلى عادة طبع الله مفهوم